اليوم راح ناخد تلخص وتحط مع بعض كل شي اتعلمنا لحد الان. كل الخطوات والتولز المختلفة زي الجيكسو فوزل عافين الجيكسو فوزل? عافين شو الجيكسو فوزل? اللي كنت تلعبوها انتو ظهار ويكون عندها بقطع عشر قطع عشرين قطع ويحطهم مع بعض الترتين ويطلع مع بعض صورة. ايش الاشياء اتعلمناها لحد الان? مثلا تعلمنا ترانسلت رسبونس سبسيكيشن. تعلمنا زيرو اوردر بورد. كلنا هدو راح فعندي هون اول بروسس هي ثري على اس بلس ثري. لغض النظر شوه? طبعا انا عملت له هون من السيستم الاصلي اللي كان موجود. ها? فهاي بروسس وا. وبعدين يجيت عبروسس ثاني ممكن تكون كميكا البروسس ميكانيكا البروسس الكتريكا الايش ما كانت تكون اولي وهاي خمسة اس بلس لاحظوا انا خطيت تلاتة وخمسة عشان تكون هون واحد وهون لو دخلت بعد فترة طويلة. راح يكون الاول اخده نفس الانبوت بس عشان اخلي واحد. وهذه طلعت عندي من هون. وهذا موجود في المصنع. خلينا افترض نرجع لخير المصنع. هذا موجود في المصنع. وطبع المصنع تكون دي هاكي تركب. تصنع له ديش تلكنتر. اي راح اخط حولي خط احمر ومقطة. هدولو المعبار عن بروسسس وان بروسس دو. وطبع مما اني لركب كنترولر. بس الكنترولر هده تكون ديشتال كنترولر. اوكي? مش او فامسو هذا. لازد تكون ديشتال كنترولر. فالمطلوب هده تكون بدي اعمل ديزاين يعني بدي اعمل ديزاين لفروبورشنال. احنا ما درسناه شي جدا لفروبورشنال. ديزاين. ايه. بروبورشنال. ديجتال. كنترولر للسيستم اللي اضط. الشي الوحيد اللي هلا مطلوب هو انه زيتا تساوي. طبعا هم صاحب مصنع ما بسي نحكيش زي هيك. بعرف شو هو شو زيتا بزبوط. شو بعرف هو. حتى يحول لي بلا بالله الحاسبة على المعادلة. حتى احنا نحطها لكلمات هو تكون. فاحنا قلنا بساوي ماينس زيتا على ماينس زيتا سكوير. بس عود لي هون زيتا خوين سمين وشوف لي ايش بطلع الوبرشوت عشان نحطها بكلمات هو. بانه تكون ايش الوبرشوت في هو مطلوب. وبدا نصمت نيش تال كنترولر. وبدا تكون فمعناها سيستم خلينا احط هون بروسس تو. طبعا انا مخترد انك انت عرفت كيف بتعمل الموديلين هادا. تطلع الفرست اردى سيستم. هادو التنين. ماشي هيك? مينس تريي راديانس برسكين. مينس فايف راديانس برسكين. هلا شوف ايش راح نعمل هنا عافية راح نعمل ديشتال كنترولر فانا من هلا راح اختار سامب نيكتر. هعطيكم زي رول اف ثم. ايش عاديش طبعات? اربعة فاصلة. خلينا نقوم ستة. ايش رأيك? اربعة ستة بالعشرة بالمية. ازان هو هون بقول لي بدي كون طبعا اقل من او مساولة. فور موينت سيكس برسنت. منه احنا طلعنا احنا هاي طلعناها انه زيتا بده تكون. وبدي اكبر قدر اللي كان. بدي ااخد اكبر قيمة كية. ليش بحب ااخد اكبر قيمة كية? يعني بتعطيني اقل احسن واقل بعدين السؤال بقول لي قديش راح يكون عند النقطة هاي. يعني ما حدد لي هو الرايس تايم. بس بيسأل لي قول لي قديش راح تطع الرايس تايم اللي نقطة هاي. ماشي. الواضحة كل فهم شو السؤال حتى لو مش عارك شو الجواب. الشباب اللي وراء فهمين شو السؤال? هاي دخلت انا على في مصنع. البروزس عبارة عن كاسكايد اف تو مصنع مع بعض. البروزس الولى ما بيعرف شو هي البروزس الولي تنكون ثيرمال ميكانيكا الالكتريكا بس انا عندي ترانسل فونكشن فرض ان يطلع ترانسل فونكشن الثاني. الها قول اخ مينس 5 gradients per second. الى هون المطلوب انه لازم يكون ديش ده المطلوب. لو انه انا الكمترولر كان بصاب بطريقة تقليدية. تبعت لانه. بحط له وبام فبقطع قيمة كين. لكن هون بك ادي اعمل ديش ده المطلوب. الوزر ريكوارمنت انه يكون 4.6 ميزنش عن 4.6%. معانا هزيتها بتكون 0.6 حسب القانون اللي اندو المعادلة تعالى منها هون. والسؤال انه مديش كم سكن بالرائز تايم عند النوطة هاي. اذا اول اشي راح ادى فيه راح اعطيكم رول اف ثم. ايش يعني رول اف ثم? رول اف ثم مش اشياء يعني اثبتناها ريش عدمي. بس رول اف ثم هي اشي متبع. الاشي المتبع راح يكون. فاين ده دومينات بول. ملايه دومينات بول. هذينه كم بول? تو بول. مين الدومينات بكون? باخراب لا. مين اخربنا الجيل وميجا اكسس. مين اخربنا الجيل وميجا اكسس؟ ازان الدومينات بول هو اس بيساوي مينس ثري ريديانز بر سكند. هلأ على هاد الدومينات بول راح اختار اطلع ايش تيل اكوفلنت الو. مش بضل اطلع تيل اكوفلنت الو. التايم هاي. وراح اختار السامبيت هاي تكون عشر اضعاف تايم تبعات الدومينات بول. طيب اول اشي هاي بجا حولها هذي اوميجا بقول لك اف. اوميجا. ازان ده بتحولها لا اف شو بتصير? اف تبعات الدومينات بول خلان ساميه دي شو بيساوي? اوميجا. بتتساوي اوميجا على اثنين باي بضبط. واللي هي بتساوي ثلاثة على اثنين باي. اللي هي واحد ونص باي. اللي هي تقريبا انا دايش بتطلع. دومينات بول انا حاسبو زوان. اللي اربعة فاصلة سبعة. هاي ايش وقتتها? ازان تبعت الدومينات بول تقريبا تساوي واحد على خمسة. هلأ اللقطة المهمة. راح اخد بتساوي عشر اضعاف تي دومينات. اللي هي شو بتصير? عفو روشو روشو. اللي هي بتصير مزبوط? خلا لعني نكمل ازا صار عندي هون اخترتها مزبوطة انا شوف مليك هاي تقريبا اعتبرتها انها خمسة واحد ونص خمسة هاي طلعت اخدت عشر فانا رفعت يعني صار اقل فصورت انا اشوف بفريقونسي اعني. ماشي اوكي لحد من هون ماضح. ازا هلأ شو بنا نعمل? بدي اول اشي اطلع هاي. بدي احول هادي الى زيت. بشيك لازم اطلع حتى اطلع جيوب زيت. شو بدي اعمل? بدي اعطب فالسيستم الجديد راح يصير كالتالي. راح يصير عندي زيرو اولد. قبل الترانسر فونكشن تبعيتي. السيستم في الاس دومين مضبوط. وبعدين راح تكون عندي هون. في دين ستار او اس. ايش راح تكون بس بالحالة هاي? بس. لان احنا ما تعلم لاش اشي تاني لحد الان. ما معهم اشي تاني. ولذلك باخدوا من هون كانت لكم براكتر. بس. راح اضل افتش ايش قيمة اللي بتعطيني? بوينت سبت. زيتا بوينت سبت. راح افتش. وبعدين عندي هون هلا. هاي هادي راح اسميها اكس او اس. وطبعا عندي هون. واي او اس. ستار. طبط الترانسر فونكشن تبعي طبط. اتش او اس اعتبرتها واحد اصاص. وهون عندي هاي. بهذا الشكل. ازان شو لازم اعمل حتى اكمل? حتى اطلع. لازم هدول التينين ادمجهم. ما بادر عمل اشي تاني هابل ما ادمجهم. ازا دمجتهم بعدين خلص كنتطلب مضرب في كيه. وباخدين باخد على واحد زي ازان الخطوة اللي بدي اعملها بدي ااخد هاي. بدي اضروها في هاي. واحول هدول اطلع منهم. بانين اسميها بدي اطلع اف اف زيت. ازان اف منكم زيت بتعرفوا كيف تعملوها. عميتوها ها ужبال مرة. بدي هلا اف اف اس بتصافي 15 على اس زائد 3 اس زائد 5. راح خليهم فاكتوفر لشان اعمل البارشن. بس هلا ايج لازم اطلعهم هدول؟ لزيت او او اس اج بهي واحد منس اي اس تي على اس. بس تي احنا ثبتناها. بهش قيمتي؟ 0.01، 0.02، مش نعين؟ 0.02، بصير عندي e to the minus 0.02s على 0.02s. هلأ نضرب هذول التنين في بعض، فبصير عندي هلأ zOHF of s، قصير واحد minus e. So the point 0.02s، والs بدخلها جوا. بتصير عندي واحد على s أو 15 على s زالت ثلاثة وفي s زالت خمسة. هلأ ايش جازين نعمل بانه هون? لما بتعمل قارشن فراكشن اكسبانشن انا هاي ربطها خمستاش على اس زالت ثلاثة اس زالت خمسة وتساوي. بحافظ ايه? ابدأ بالاس. بعد انخر هاي. بيعمل بي على اس زالت ثلاثة. سي على اس زالت خفزة. نضرب الطرفين في هاي الكمية. شو بضلعين في هون? خمستاش بتساوي اس زالت ثلاثة في اس زالت خمسة اين? زالت اس في اس زالت خمسة بي بي. اس زالت ثلاثة. سي. سي. بنعمل ستنج لاس. ايش اول ايش اعمل? خلينا اخص من هدول التنين زيرو. شو بيصير عندي هون? تلاسل خمسة خمستاش. خمستاش لايه? بتساوي خمستاش ازاين بتساوي واحد. بعدين بنعمل اس ايش بنعمل? خلينا اخذ لانطلع بي هادي هون. ونعمل ماينس بيختفي هذا الجزء. بيختفي هذا الجزء. وش بضل عندي هون? في تنين ماينس سكس بي بتساوي خمستاش ازاين بي بتساوي ناقص خمستاش على ستة مظبور. واخريش بحطها ناقص خمسة. بيختفي هذا الجزء. وبختفي هذا الجزء إيش بطل عندي مائنس 5 بداية.. ديشنا خطها بس أني دي ناقص 5..تناقص 2 10C.. بتساوي.. 15 إذاً C بتساوي.. وفي 1 إذا صار عندي هذا الجزء جاهز إذا صارت الآن زبت O.H.F.S.. بتساوي.. 1-E to the point O.2S في الداخل عندي.. عندي واحد. عندي صارت واحد على الاس. معدد. على الاس زائد ناقص. ناقص. عندي قيادة. ناقص على اي بها اي هون. لأ بيكتور يا بي بسامة مستعاش. نضبط. زي بي بتساوي. ناقص بسامة مستعاش على اس. بدك تعود محل بي ناقص بسامة ستعاش وشو بتصير? يعني شوف هاي بشي هفطلو خطبة. معلش هاي بي راح اشيلها. ايش لازم راح احط محل بي? مالس 15. مالس 15 عيس فايش لازم تصير هاي? دكتور فهم عليكم سلام حتيات. ناقص 6 بي. بسهو ناقص 15. ناقص زائد. ناقص 16. دون. عندي هون 15 عجلها هاي. مزبوط? ناقص 6 بي بتساوي انا هون ممكن كاتمها مش مبينة بيقل هاي مزبوط. وعفكرة احنا كان المفهوط زبنا مش مفهوط. شو كان لازم نعمل هون? لازم نعمل. هاي مفهوط هذي معناها? وهاي كمعناها. ايش معناها? اي قيمة لأس هاذي صحيحة. هاي identity. هاي مش equality. identity. هاي اي. اي قيمة لأس بعبوطها هاذي صحيحة. مش في قيمة محددة لأس التعطيلي. لكن هون بطلت identity. ها? هذي equal sign. في فرط بين التمثيل. طيب سنعدي واحد على اس. يعني راح اخد ناطس خمسة عش على اس في ايش في واحد على اس وبعدين زائد واحد ونص في على اس بلاس. هاي خلصنا هادا. الجود الاول طلعنا زد او ايج. هنا.